ازايكم يا رب الناس كلها تبقى بخير النهاردة هكلمكم عن موضوع اغلى السعر سائل في العالم كله او اغلى سم في العالم كله هو سم العقرب الناس اللي بتقول لي انت ايه اللي انت بتقوله دوت يمكن فيه ناس كتيرة اتكلمت على سم العقرب بس ما ذكرتش يمكن المخاطر بتاعته وهي المخاطر بتاعته يا جماعة قبل ما نتكلم مش كعقرب او لدغة او ازية من العقرب لا المخاطر بتاعته هنتكلم فيها تابع الفيديو معايا بتركيز جدا ولو اول مرة تخشي القناة بتاعته ان تستطيع تعمل سبسكراع للقناة وتفعل زر الجرس ولو اتسانف اي حاجة اي حاجة اي حاجة جوى الموضوع بتاعنا وخارج الموضوع بتاعنا اكتب في كومنت وانا هرد عليك بالتفصيل المملي هنتكلم النهاردة عن سم العقرب سم العقرب قلت لك المخاطر اللي هقولك عليها انا سم العقرب اشتغلت فيه من حوالي ثلاث سنين كان ليه صديق كلمته في الموضوع دوت وقلت له سم العقرب يا جماعة قبل ما نتكلم على سم العقرب قلت له ده سعره غالي جدا وبتصدر للمانيا واوروبا عمتا لاستخدام للأدوية والمادة الفعالية الاساسية لعلاج السرطان المخ والتقطع الحبلات الشوقية والتوارم والاورام الخبيثة دي المادة يا جماعة الفعالية بتاعت العلاج لأي من الأمراض اللي انا ذكرتها دي هتقول لي سبحان الله هي لدغة العقرب عمتا مش بتقتل مش بتقتل خالص يعني ايه اللي بيحصل لدغة العقرب بتحتوي على كمية كبيرة جدا من الفيتامين والبروتين والأكسادة اللي بتستخدم فيه العلاج فانت لو جسمك سليم ما فيوش ايه حاجة خالص بتبتدي تخش في النوبة اللي هي ارتفاع درجة حرارة وهلوسة وساعات قليلة وبتبتدي تيه كأنك ما فيش حاجة حصلت تمام لحدنا تمام لكن انت بقى لو عندك ايه امراض مزمنة ضغط سكر كبد كلا الكلام ده كله لازم تجري جدا على الصيدلية وتاخد ايه المصل المضاد لي سم العقرب تمام ابتدت فعلا اتكلم صديق ليه اقول له نعمل المشروع دوت فعلا هو ما رشحش الموضوع قال لي لا طبعا ازاي انت بتقوله دوت قلت له طبعا ده السعر الجرام بتاعه بيوصل من 6500 دولار ل7500 دولار وهنشتغل وهنطلع وكلام ده كله قال لي تمام بس انا مش خطر معاك وانت ايه ابتدي اشتغل انت في الموضوع دوت فعلا جبت عقارب زلت اشتريتها من الصيدين من اسوان ومن لقصر والوحاية البحرية ده الناس دي كلها هي اساس اللي بيتبيع العقارب والتعبين السماء تمام فعلا جبت كمية جبت كمية ماء وعدل مثلا حوالي 500 عقرب ابتديت اشتغل عليه وابتديت فعلا اعمل عملية استحلاب للعقرب وابتدي انزل منه سم بكميات معينة طب هقولك ايه نوع العرب اللي بيستخدم للسم اللي عليه طلب اكتر في السوق هو اللارس دوت اكتر نوع سم مطلوب فيه كونكر امريكي فيه كذا فيه كذا نوع لكن هو اللارس دوت اكتر طلب عليه في السوق جدا والناس بتحتاجه باستمرار جدا تمام بنتم يا جماعة بنجيب سم العرب بنجيب عشان تعمل عملية استحلاب للعقرب بتجيب له طبعا سياه مثلا ترانس كهربا لو انت مش عالش تجيب الجهاز الاستحلاب بتجيب ترانس كهربا بعادل مثلا 12 فولت كهربا بيطلع لك 12 فولت اللي هو يعني ازياد من قدي كهربة الشحن مرتين دي ما بتأثرش على عقرب فهي حاجة خالص يبتعمله صعقة خفيفة بما تخليه ينزل سم من الابرة بتاعت السم بتاعه تمام بتجيب يا جماعة الترانس دوت انا فعلا جيبت ترانس وجيبت نظام مصفة عاملة زي مصفة الشاي او مصفة الينسون ودي وصلت لها الكهربا والجفت وصلت فيه الارضي وبليت سن الابرة بتاع الاقرب بمادة خفيفة من المياه او الزيت وبتليت امسك البنز بجفت ومجرد ما لمسته بيبتدي ينزل نقط السم اللي هي النقط البيضة تمام ادار تجمع قد ايه من العقرب اه ال 500 عقرب بتقدر تطلع منهم جرام على مرتين حلب استحلاب يعني ممكن تطلع منهم مرتين استحلاب اه عشان تقدر تشارحهم ده دوت اه لازم تأخفر بيها مناخية جدا للعقرب العقرب يا جماعة من النوع اللي هي الكشريات اللي بتتحمل اعلى درجات حرارة وما تقدرش استحمل البرودة يعني انت لو جبتين لها مية بردة ويبتدي تحطه على العقرب او تكوب عليه مية سعى بينكمش وفي مكانه كأنه بيحصل لعملية تجميد تمام اه نبتدي زي ما قلتلك بتوفر البيع المناخية بتاعته كأنه عاش في الصحر بتجيب له رملة والعقرب ممكن يقعد شهور من غير اكل ولا شرب لكن انت لو بتبتدي اه تخليه تستخدمه في الاستحلاب كتير فانت بتبتدي تجيب له اكل الاكل يا جماعة بتجيب له دود دود بيحتوى على كمية بروتين كبيرة جدا بتفيد العقرب وفي نفس الوقت ما بتخلوش يبزي المجهود اللي هو يهجم على الفريسة سعى مثلا زي مثلا السرصار او البورس او الكلام ده كله لو تجيبته بيبتدي يبزي المجهود جامد عشان يأكل الفريسة دي فالدود يمكن ايه الوجبة المفضلة للعقارب ويمكن اللي بتطلع منها طب انت قلت لنا في اول الفيديو المخاطر مش من الارض صدد العقرب او الازية بتاعة العقرب المخاطر يا جماعة ان انت في ناس كبيرة شغالة في الموضوع دوت كبيرة جدا جدا في ما تتخيل استحالة استحالة تخلي حد يخش في المجال دوت خالص انا يا جماعة قلت لكم السبب اللي خلاني ما كاملتش فيه ان هو موضوع التسويق مش موجود اساسا مش موجود غير اندية غير عندي ناس معينة موجود غير عندي ناس معينة والناس ديت اللي هي بمعنى صح الناس يتقللها في البلد تمام اللي بيحصل دلوقتي بيتلاقي ناس اه بيقول لك ايو انت عندك سم عقرب هاعمل مزرعة وانا هاخد منك وهعمل الكلام ده كله ما تسمعش الكلام ده خالص وما تبدأش في الموضوع ده خاطر الموضوع دوت خاطره فيه التكلفة بتاعته وبعد كده هتخسر فيه ليقول لك انا عايز سم عقرب وهشتري منك والكلام ده كله وهصدره وهاخد منك بس هاتلي شهادة وهاتلي الكلام ده كله قل له على عنية وفيش مشكلة خالص انا موجودة عند السم انت عايز اقد ايه وكتب خش على جربات فيه جربات كتيرة على الفيسبوك اسمها تجارة السم العقارب وخش يا باشا شوف الناس اقد ايه عرض سم العرب الناس كتيرة جدا عرض سم العرب بشهادات باختبارات بالكلام ده كله تمام هتقول لي طب ليه مش موجود في مصر مش موجود غير على اساس شركات معاناة التعامل معها برا مصر وممكن تبعها في مصر انت ممكن تبعها سم العرب في مصر بس هتقول لي بقى سم العرب ازاي في مصر هتروح يا باشا مركز السموم واللقاح في قاهرة ده بيشتري منك سم العرب بيشتري منك جرام بحوالي 20 جنيه او اخر مرة كنت سأل عليك انا قلو لي لا ده غيلي وصل ل80 جنيه تمتخيدي السعر من 6,000 ونص دولار ولو 7,000 ونص دولار ل80 جنيه مصري فحرام عليك انا تدينهم مشروع زي ده كده اصلا لانك انت بقول لك ال 500 عرب بطلع انهم جرام على مرتين حلب يعني كل مرة 500 ملي يعني نص جرام فبلاش تخش في الموضوع دوت لانه مغري جدا جدا اغلى من تجارة الاصار والمخدرات والسلاح اصلا لكن زي ما بقول لكم خطرة كبيرة جدا انا تعملت مع حد وفعلا وكان نصاب كبير جدا وكان هائزيني فعلا تنصب علي جالي قال لي انا عايز منك حوالي 10 جرام وااخد منك الجرام بعشر تلاف جنيه مصري وانا وافقت ولتو نوفيش مشكلة انا كده كان عندي فكانت سلا مثلا 100,000 جنيه ل10 جرام دول وطلع فعلا معقول لي كمين ومشكلة كبيرة حصلت وفعلا انا سيبت السم ومشيت لانه كانت بقصاده روحي وحياتي لا فبقول لك يا جماعة هتبدأ يشتغل في الموضوع دوت وفي ناس شباب يشتغلوا في الموضوع ده في مصر بس بطريقتهم وموضوع علاقاتهم برا هم عملوا مزرعة فنصحها محدش يخش الموضوع دوت ولا يجربوا نصح من حد يجربوا ومش في الموضوع دوت وربنا وفق الجميع وعندي في القناة اكتر من المشروع لو انت عايز تعرف اي مشروع او تستفسر عن اي مشروع واكتبلي في كومنت وانا هرد عليك على طول وربنا وفق الجميع وهقول كمان مرة قبل ما نهل الحلقة بلاش حد يا جماعة يجاسف ويجرب الموضوع دوت انا اديت تنبيه بسيط لان لقيت ناس كتير يكلموني في المشروع دوت وهي رأيك نعمل استسم العقارب وانتاجر والكلام ده كله بلاش 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 انا اقول لكم يعني من واحد يمكن عنده طموح اكتر من اي حد في الدنيا هو انا بس بقول لك بلاش تخش في حاجة زي كده وربنا وفق الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته